وكذلك حفظك الله يقول ما حكم مس المصحف بالنسبة للكبار إذا كان لا يستطيع الإمساك على وضوءه وقتاً طويلة ويشق عليه الوضوء كل فترة قصيرة لا بد من الوضوء لا يمس القرآن إلا طاهر هذا حديث لا بد من الوضوء لكن إذا احتاج إلى قراءة القرآن وعلى غير وضوء أو كان يشق عليه الوضوء من وراء حائل يفتح المصحف ويقرأ فيه ولا يمسه إلا بحائل مثل مصطره أو قلم أو يجعل على يده شيء يلفها به ويمس القرآن من وراء الحائل لا بس إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة